السلام عليكم ورحمة الله معكم الحسن بالخير نارد إن شاء الله هنتعلم طريقة تصميم شاشة رأسية احترافية على الإكسل وعمل أزرار التنقل بين الشتات والفيديو ده هو بداية دورة كاملة هنتناول فيها شرح كيفية إنشاء قعدة بيانات كاملة على الإكسل بحيث تستطيع من خلال بنامج الإكسل تصميم قعدة بيانات كاملة لإدارة نشاطك التجاري أو لإدارة عملك من خلال بنامج الإكسل لو حاببت تصمم معنا الشاشة الرأسية تابعنا للآخر مرحبا بكم من جديد دوقتي علشان أعمل الشاشة الرأسية أو الواجهة الاحترافية أول حاجة هفتح ملف إكسل فارغ وهاجي أحدد النطاق اللي هكون متكون منه الشاشة الرأسية وليكن مثلا أنا عاوز الشاشة الرأسية تحتي تكون آخرها لحد الصف مثلا أربعين فهاجي واقف من أول الصف واحد واربعين واضغط كنترول شفت سهم متجه لأسفل بحيث حدد لكل الصفوف واضغط كليك مين واختار هايد بحيث يخفيلي الصفوف اللي أسفل من الصف أربعين وبنفس المنطق هعمله مع الأعمدة فمسلا أنا عاوز آخر عمود عندي يكون العمود كي فهحدد من أول عمود ال واضغط كنترول شفت سهم متجه ناحية اليمين وهيحدد لكل الأعمدة بنفس المنطق كليك مين وقوله هايد إذن أصبحت هذه المنطقة هي المنطقة اللي هتكاوي منها الشاشة الرأسية هاضغط كنترول اي بحيث يحددها كلها واروح من الفل تمام واجي هنا أختار الدرجة اللونية وليكن الدرجة دي اللي هي الدرجة اللونية التالتة من اللون الرصاصي بالشكل ده بحيث يطلع معايا بالشكل ده دوقتي بقى هاجي أحدد اتساع الأعمدة وارتفاع الصفوف فمسلا العمود A وB هاضغط عليهم كليك مين بعد كده اختار كالم ويدز وخليه مثلا وليكن 13 وقوله اوكي وليكن بالشكل ده أما العمود C والعمود K أحددهم الاتنين بالضغط المستمر على كنترول بعد كده كليك مين كالم ويدز وخليهم وليكن 15 وقوله اوكي بحيث يكونوا بالشكل ده بعد كده هاقف على العمود دي واضغط على مفتاح الشفت واروح واقف على العمود G بحيث يحدد لي الاعمدة كلها بالشكل ده كده وهاضغط كليك مين بعد كده اختار كالم ويدز وخليهم وليكن مسلا تسعة وقوله اوكي بحيث يطلعوا معايا بالشكل ده كده كده انا حددت اتساع الاعمدة وبنفس المنطق هغير ارتفاع بعض الصفوف فهاجي احدد الصف رقم واحد كليك مين رو هايت وقول مسلا وليكن 22 وقوله اوكي بعد كده هحدد الصف التاني والتالت واحدد التاسع والحداشر لان الصفوف ده هستخدمها فيما بعد واضغط كليك مين رو هايت وخليهم مسلا وليكن 28 وقوله اوكي بحيث يطلع معايا بالشكل ده كده بعد كده هحدد من اول اي واحد لحد بي اربعين بالشكل ده كده واجي من هنا اروح من وبعد كده هختار وليكن الستايل ده تمام وبعد كده هروح تاني واختار وليكن هختار اللون ده مسلا وبعد كده هاجي من هنا هقوله بحيث يطلع معايا بالشكل ده تمام تمام. وبعد كده هحدد النطاق ده كده كله. تمام. واجي من الفل اختار وليكن الدرجة اللونية دي. بحيس يكون له لون مختلف عن باقي الشيت. هحدد من اول دي اتنين لحد جيه تلاتة بالشكل ده كده. واجي رايح من بنفس المنطق. هختار ولكن هختار ده. وبعد كده هروح المرة اخرى. واختار وفي الحالة دي هختار اللون ده. وبعد كده هاجي اختار هنا بحيس يطلع معايا بالشكل ده. وهاجي هنا اغير الخلفية بتاعة اللون ده. فهحددها بالشكل ده. واروح من هنا اختار وليكن اللون ده. بالشكل ده يعتبر احنا خلصنا تسعين في المية من الفورمات. علشان نخلص الفورمات كله. هقف في الخلية كي تسعة. وحدد معها بالضغط المستمر على كنترول. احدد معها كي احداشر. واختار من هنا اول بردر. وبعد كده هاجي من هنا من الفل اختار وليكن اللون ده. تمام. بنفس المنطق هاجي احدد جي تسعة مع اي تسعة. واقول له دمج وتوسيط. واقول له خليه في المنتصف. وقبر الخط شوية. تمام? خليه مسلا ستاشر. واجي من هنا اخلي الفل بتاعه وليكن لون مختلف بالشكل ده. واخلي وليكن مسلا اول بردر. تعالنا نغير الفل خالص نخليه اللون الابيض. بعد كده هضغط على كوب فرمات. وهقف في الخلية اي حداشر بحيس تطبق لي نفس التنسيات اللي تعاملت فوق. هاجي في الخلية كي تسعة واكتب وفي الخلية كي حداشر واكتب وبعد كده احدد الخليتين وهاجي اكبر الخط شوية ونجي من هنا نختار وليكن ونخليه في المنتصف ونخلي لون الخط وليكن اللون الابيض وممكن نخليه بولد ونكبره كمان شوية. الخلية دين مهمين لان فيما بعد ان شاء الله لما نيجي نعمل نموذج دخول لعدة مستخدمين هنسجل اوقات دخول المستخدم واسم المستخدم في الخلية دين دون. تعال بقى ندرج الازرار اللي من خلالها هنتحكم في البرنامج او اللي من خلالها هنتحكم في قاعدة البيانات. اول حاجة لازم يكون ظهر عندي او المطور. ولو مش ظهر عندك فبتلغط كليك يمين على شرات الادوات. بتختار فبتظهر معاك الشاشة دي. بتيجي هنا من القايمة اليمنى وبتعمل علامة صح امام او المطور. وبقول له اوكي. بالشكل ده ظهر عندي بعد كده هروح واضغط هنا من من مجموعة اكتف اكسو هاضغط على وهاجي ارسمه هنا وقالياكم بالشكل ده كده. بعد كده هروح هنا وهاجي ازبط الخصائص الخاصة بالكموند بوتن. اول حاجة هاجي اضغط على المسلس ده. واختار واجي من هنا اختار اللون ده. بعد كده هاجي من تمام? اضغط عادة نقط دول. وبعد كده اختار نوع الخط انا بفضل واخليه واخليه عشرين وقول له اوكي. وهاجي هنا من اخليه ستة وتلاتين واضغط انتر. وبعد كده هاجي هنا من اخليه مية وعشرة وقول له انتر. بحيث اطلع معي في النهاية بالشكل ده كده. طبعا هقرر الازرار دي بعدد الازرار اللي انا عاوزها. هقفل الخصائص. وبعد كده وقول له وليكن اربع ازرار. هرجع مرة اخرى وحدد اول زر وليكن هسميه مسلا ادخال بيانات. وبعد كده احدد الزر التاني وهاجي اغير بتاعته وليكن اخليه اللون ده. واجي من وسميه وليكن مسلا قاعدة البيانات. طبعا حضرتك بتدرج الازرار بعدد الشتات اللي عندك. وبتسميها باسماء الشتات الموجودة عندك. ها في نافذة الخصائص. واجي ساحب بطن الاخير بالشكل ده كده. وبعد كده هضغط بحيث احددهم كلهم. وهاجي هنا من الفورمات. اروح اول حاجة من الالاين. واختار بحيث كلهم يكونوا في المنتصف. بعد كده اختار واختار بحيث تكون المسافات بياناتهم متساوية. اوكي. بعد كده ممكن اسحابهم تحت بالشكل ده كده. وبعد كده ممكن اروح مرة اخرى. ومن هنا هدك حاجة اسمها فهقف على اللي هي العلمة دي. واجي احددها هنا بالشكل ده كده. هضغط بحيث امسح الكلام اللي هو ده. واكتب كلمة لوحة التحكم. بعد كده هروح مرة اخرى واضغط مرة اخرى على وهاجي اراسم هنا بالشكل ده. بعد كده هضغط وهعمل كنترول في كنترول في بحيث اعمل منه نسختين. هاجي ساحب النسخة دي هنا. والنسخة التانية دي هنا. وبعد كده هحددهم التلاتة بالضغط مستمرة على كنترول. وهاجي هنا من اخلي الطول بتاحهم بنفس المنطق اخليه تلاتة وتلاتين. واخلي الاتساح بتاحهم وليكن مسلا ستة وتمانين واقول له انتر. ومن هختار مسلا وليكن الفونت الاسمه اللي هو الفونت ده. واخليه مسلا وخليه وليكن مسلا ستاشر واقول له اوكي بحيث اتلا معاه بالشكل ده. وهاجي من هنا من وخليه مسلا اللون الابيض. اسمي command button خمسة الاعدادات واسمي command button اللي جنبيه المستخدمين والcommand button الاخير هسميه مسلا خروج. هقفل بنفسة الخصاص واحددهم التلاتة وبنفس المنطقة روحي بفرمات ومنها اختار align اختار align middle بعد كده اختار distribute horizontal و distribute vertical بحيث برضو كون المسافات بينتهم متساوية. بالشكل ده احنا ادرجنا الازار. في الحلقة دي مش هنكتب غير كود واحد وهو الكود الخاص بالخروج من البرنامج ولكن هنعمله في صيغة رسالة مكونة من سؤال yes or no. وعلشان اكتب الاكواد لازم اهيئ ملف العمل لكتابة الاكواد. فاول حاجة هحفظ بصيغة اكسل ماكرو فهضغل كنترول اس. فهتطلع معايا النفذة دي احدد مكان الحفز. بعد كده هسميها مسلا قاعدة بيانات. وهاجمين سيف اسطايد اختار اكسل ماكرو انيبل ووركبوك. واقول له سيف. بالشكل ده يعتبر احنا هيئنا ملف العمل لكتابة الاكواد. طبعا لازم نكون فعالين ماكرو داخل الاكسل بصفة عامة. وطبعا فيه فيديو في صنطق الوصف ليشرح لك ازاي تفاعل ماكرو في الاكسل. اخر حاجة معنا النهاردة هو كتابة الكود الخاص بالخروج من البرنامج. فاروح للديفلوبر تاب واضغط على ديزاين مود. وقف على زر الخروج. اضغط عليه لحيس ادخلني الى محرر الاكواد. هنا المفروض هكتب القود الخاص بالخروج. وزي ما قلنا هنعمله في صغر رسالة مكونة من yes or no. فهقول له دين وليكن answer is vb message result. يعني كنتيجة لرسالة vb. هاج اعرف له الانصر هقول له answer equal بيساوي msg رسالة وافتح قوس. هيقول لي يعني محتوها ايه? هنخطى محتوها واختار نحها اللي هي vb yes or no زائد vb question يعني رسالة في صيغة سؤال بيس ار نو. هنقفل الرسالة وهاجي هنا اكتب محتوى للرسالة وليكن هل تريد الخروج من البرنامج? بعد كده هقول له ايف لو? الانصر اكوال بيساوي vb sen منسمى منسمى ايه? منسمى اول حاجة ززوركوبوك دوت سيف. يعني احفظ ملف العمل. بعد كده ابل كيشن دوت كويت. يعني اخرج من الابليكيشن. تمام. وفي الاخر يجيب له رسالة يجيب له رسالة يجيب له وهاجي من هنا اكتب محتوى الرسالة. شكرا لاستخدامك البرنامج. ده في حالة والمستخدم ضغط على yes. طيب لو ضغط على no هقول له else يعني عكس ذلك cancel equal true. يعني cancel للفعل. وبعد كده هقول له end if. اوكي. بالشكل ده يكون الكود بتاع انتهى. هعمل control اس. واقف المحرر اكواد. دوقتي انا لو شلت وجيت ضغط على زر الخروج بحز قال لي هل تريد الخروج من البنامج? لو قلت له no cancel الفعل. طيب لو قلت له yes لاحز ان قال لي شكرا لاستخدامك البنامج. لو قلت اوكي افل البنامج. بالشكل ده لو دخلت مرة اخرى على قاعدة البيانات. بالشكل ده يكون انتهى مضوع حلقتنا النهاردة. تعلمنا فيه ازاي نعمل شاشة رأسية داخل اكسل. طبعا الشاشة دي ناقص فيها حاجات كتير زي اخفاء الشتات وزي اخفاء الصفوف العمدة. ولكن الكلام ده هنخفيه في اخر الدورة. علشان لسه هنعمل في البرنامج هنعمل قاعدة البيانات والشت الرواتب وكشف الحضور وغيرها من الاشياء دي. فان شاء الله في اخر الدورة هنتعلم ازاي نخفي الشتات والاعمدة. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. ارجو لو حدتك استفدت من الفيديو. ياريت دعمنا بلايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.